من اليوم التالي نقر الكاتب طاهر الطاهر ساتي من هذه الزاوية التي جاءت بعروان التكلس الطاهر ساتي من اليوم التالي قال مباشرة طيب خميس الفائد قارج ما يقارب نصفة باليوم متظاهر بفرنسا احتجاجا على مشروع قانون يرفع سن الخدمة من 62 إلى 64 عاما وتعطلت خدمات النقل وأغلقت مدارس ومرافق حكومية أخرى وفي مطار باريس ألغيت رحلة من كل خمس رحلات وتوقف متر أنفاق باريس وهكذا كان تأثير غضبهم على مشروع قانون يزيد سن الخدمة ستنتين فقط ولكن في بلادنا في بلادنا بتاريخ يناير 2015 رفع البشير سن المعاشي إلى 65 عاما لإرضاء زعام اتحاد العمال ولم يتظاهر أحد غضبا على هذا القرار الأحمق لأن النظام كان باطشا ويفعل في الناس والبلد ما يشاء وبعد الثورة كان الأمل عظيما في إطلاح مؤسسة الدولة وعودة سن المعاش إلى ما كانت عليه 60 عاما ومضى الكاتب وفي الخاطر بعد أداء القسم وزير المالي أكد جبراء إبراهيم البدوي العمل على معالجة بطالة الشباب عبر خطة سعفية ثم حدد ثمانية أشهر سقفا ميدانيا لخلق وظائف للشباب ومعالجة البطالة فناشدته أن ينظر إلى قرار البشير الذي خصم الكثير من فرص توظيف الشباب وهو قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما دون الرجوع إلى المعايير المعمول بها عالميا وكما تعلمون فإن سن المعاش 60 عاما كانت أو 90 عاما ولا يقررها اتحاد العمال أو رئيس مغرم بالسلطة حسب هواه بل هناك معايير علمية واقتصادية هي التي تحدد سن المعاش فالتعداد هو سكاني ونسبة شباب فيه معيار ومعدل النمو الاقتصادي وفرص التوظيف معيار والثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية معيار وهكذا ولكن بعمر البشير غض الطرف عن المعايير نعم رغم أن التعداد السكاني الأخير أشار إلى أن السودان دولة شابة أي نسبة الشباب تقارب 60% والطاقات الشبابية من الكنز التي تفتقدها الدول ذات معدل نمو السكاني الضعيف التي تعاني من ضعف نسبة الشباب في كثافتها السكانية ورغم أن في النمو المتواصل لنسبة الشباب نجح زعماء اتحادي العمال في ابتزاز البشير ليرفع لهم سن المعاش إلى 65 سنة وكان على حكومة ما بعد الثورة إصلاح مؤسسات الدولة بفتح منافذ العمل والأمل للشباب ولكن حكومة النشطاء لم تكن من نج الذي يمكنها من إصلاح أحزابها ناهيك عن مؤسسات الدولة قتم الكاتب هذه الزاوية وقال في الخواتي على كل بما أن بلادنا دولة شابة أي نسبة الشباب هي الأعلى وأن مؤسسات الدولة بحاجة إلى طاقات جديدة وعقول مواكبة لمتغيرات العصر راجعوا سن المعاش بحيث تكون المؤسسات رشيقة وفاعلة ومواكبة وشابة شكرا